اشتركوا في القناة اتنين وهقول لكم كل اللي حصل هناك بس لما اسمها تخش معنا في المداخل ان عندنا بعض فكر كده الاخبار زي ما متعودين كل مرة هنقول خبر خبر وهنعلق عليه ان عندنا اعلان وزارة القوة العاملة بتقول ان هي حلت بعض المشاكل المصريين في الخارج ومن ضمنهم حد كان لي 478 الف جنيه طبعا الخبر مش موجود هو مين الشخص ده بس طبعا ان وزارة القوة العاملة بتقوم بمجود كبير جدا وخاصة ان مع الوزير محمد سعفان لا يتدخر جهدا بصراحة في التدخل في الامور دي واللي بيقدر يحلوا بيحل ولكن هتلاحظوا معنا ان وزارة القوة العاملة احنا بتحل بعض الامور بس الخاصة بيها هي يعني فيه ناس مننا بتسافر حسب الاجراءات القانونية او النظامات المتبعة من خلال وزارة القوة العاملة وفي الوقت ده بتكون وزارة القوة العاملة هي مكلفة بانها تحل مشاكلهم متبعة اموره طبعا لو سألنا طب بقيمة بتدخلوش ليه وزارة القوة العاملة لا بيتدخلوا في كل كونسولية او سفارة فيه مستشار امالي على درجة كبيرة جدا من الوعي القانوني والوعي باجراءات العمل في كل دولة بيقوم بمتابعة العمل فيها وبالفعل فيه بعض الامور بتتحل من خلاله حتى التأشيرات او الاشخاص اللي سفروا من غير موافقة وزارة القوة العاملة او بتأشيرات ملحقة بيعتبر ملحقين على ده فبيتدخل وزارة القوة العاملة وبيجتمع في ده وزارة القوة العاملة وزارة الخارجية في انهم ما يقوموا بدورهم في حل تلك المشاكل عندنا طبعا بالنسبة للمجموعة بتاعة الاردن بيتوصل معنا ناس كتير جدا من الاردن وزا ما حالكم ملاحظين ان المرة اللي فاتت كان فيه بعض تعديل في القرارات الخاصة بتوطين بعض المهن احنا بس بنفكرهم عشان ما نخشش في مشاكل ان احنا تقريبا ابتدنا العد التنازلي في انتهاء فترة التصحيح او التعديل او تصحيح الاوضاع او اي مكان اسمها المهم ان احنا نلتزم عشان ما نخشش في مشاكل بعد كده الناس اللي تنتهي تصريع عملها ومش هتتجدد ياريت انها تلتزم بالقرارات وتحول على المهن المسموح بيها عشان ما نخشش بعد كده في مشاكل تطويف وبيترتب عليها ترحيل وبنرجع نحمل مؤسسات الدولة كتير جدا من العبل عندنا كمان اخبار لو حضركم تفتكروا الخامسة اللي كانوا توفه رحمة الله عليهم في المشروع في الاردن دول وصلوا الارض الوطن جسى منهم يوم السبت الماضي والحمد لله رب العالمين تم دفنه عندنا كمان في حد توفى في مدينة تورينيو بالشمال الايطالي ده اسمه المهندس حسين محمد ابراهيم وده وصل جسمان والارض الوطن صباح يوم الاربع بس فجهات كلها تقريبا او مؤسسات الدولة اي ما بدورها وما بتتأخرش على حد عندنا النارضة احداث كتير جدا لان انا طبعا انا جايلكم من لبنان النارضة الصبح عشان عشان نطلع معاك وهو الحلقة ولو تلاحظوا ان ما فيش حد موجود النارضة لو استاذ محمود ولو استاذ اسماء بس مش عشان في حاجة عشان ما نرجعش نستقل على الصفح هي الفكرة كلها ان طبعا النارضة عشان نظرا للارتباطنا بالحلقة او ان احنا يعز علينا ان احنا نعتذر لكم انا طبعا طلعت لبنان ونزلت النارضة الصبح تقريبا وصلت مصر حوال ساعة ستة ونص الصبح او سبعة اسماء قعدت بصراحة صممت انها تقعد لان كان فيه اجراء مهم جدا انه يخلص والنهارضة لو حدقكم تابعين فيه فيه اضراب في لبنان بسبب توتر سياسي حاصل هناك لما اتكلم عن لبنان واتكلم عن رحلتنا لبنان لا سيعني بصراحة لان انا نشكر سفير واقل السيسي الراجل ده محترم جدا 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 انا سمعت عنه وشكرت فيه قبل ما قبل او اتعامل معاه بجد الشخص ده لو استنسخنا منه في الخارجان المصرية اعتقد الامر تختلف كتير جدا رجل في كمة الادب والاخلاق والتعاون والصدق والصراحة ودعمنا كتير جدا حتى كانت الظروف احيانا بتبقى ضدك يعني احنا كانت الظروف ضدنا للتوتر السياسي اللي حاصل في لبنان تقريبا من ساعة ما وصلنا كان معنا طبعا عشقاء عطية اعتقد ان احنا معنا صور للرحلة بتاعت لبنان السيد زاسر تساعدنا وتنزلها بعد اذنك الرحلة كلها كانت للساعي عشان نقدر نشوف التحقيقات وصلة لايه طبعا احنا حصلنا على توكيل رسمي من قسرة السزاقطية وروحنا عشان نتأكد ان المواطن من مصر ده اجراءات المحاكمة بتاعته ماشية سليمة ما فيهاش اي تعديل ولا اي حاجة تضر بيه وده اللي بالفعل احنا تأكدنا منه بصراحة وساعدنا السفير واقل بعلاقاته الشخصية حتى بعيدا عن المحامي اللبناني المكلف من الحاجة عرفة شقيقة السزاقطية حاول يوصلنا لكل المعلومات اللي نقدر عليها وقدم طلب يعني ان احنا نحاول ان احنا نزور عطية ونتقابل معاه ونعرف ايه اللي تقال في التحقاب بس زي ما انتوا عارفين انا بخلفية القانونية بيهمنيش قوي اللي عطية قاله في التحقات قد ما يهمني ايه اللي مكتوب في التحقات دي لان انا لما طبعا الوضع بيتغير معايا وبعود وبهدى احيانا باخد يعني ارتاحية في الكلام لأ انا عايز اشوف اللي عطية كتبه وده اللي احنا كنا مصممين عليه بصراحة من اول لحظة كان معانا مجاهد في الرحلة دي بصراحة كما انا استاذة اسماء كمة الاسرار على انها ما تمشيش من لبنان الا لما تعرف كل حاجة خاصة بالموضوع وما اكتفتش باللي احنا وصلناه له احنا طبعا بطرق اه يعني ودية ادرنا ان احنا نختارك عامية الشوارع المقفولة لان تقريبا 99% الطرق هناك مقفولة بسبب التوتر اللي حصل بس فقدرنا ان احنا نوصل بعلاقات شخصية من معالي السفير وقل السيسي وبعلاقات شخصية الاستاذة اسماء الصياد ادرنا نوصل لأدلة الاتهام اللي متاخده ضد عطيق طبعا عشان تبقوا عارفين المرحلة اللي وصلت ليها القضية دي المرحلة الوقت القيادة الاحالة يعني هتتحول لمحكمة الجناد بأدلة ثبوت المفترض انهم واخدينها ضد عطيق بس اطلعنا على الأدلة دي واعتقد ان منها كتير بإذن الله ان شاء الله تم النهاردة الرد عليه من خلال استاذة اسماء بصراحة لان انا بعدا منزلت معالي السفير تواصل معاها وحدد لها موعد وراحت قابلت رئيس هيئة الادعاء واكتلمت معاه في كل النقط اللي احنا كنا يعني كفاريق دفاع او هيئة دفاع عن عطية كنا حددناها والراجل اقتنع جدا وتقريبا حدد لها موعد قريب جدا ان احنا نقابل رئيس الدائرة اللي هتوجه الاتهام لعطية بحيث ان احنا نوضح بعض الامور اللي ما كانت شواتها خالص عطية مش هتقدروا تعرفوه زي ما احنا معرفناه احنا استجابنا للمناشدة بعيدا عن اي تكليف بصراحة يعني احنا معاكم بدون تكلفات وبدون توجهات وبدون اي حاجة لان احنا من نقو ولكن بصراحة حسنا ان كل مؤسسات الدولة ورانا وبتزقنا وبتدعمنا ان احنا نوصل للحقيقة ونتطمن على المواطنة من مصر ده وضع محاكمته ايه هل وضع محاكمته سليم هل الاجراءات المتبعة معاه سليمة هل اللي بيطالب السفارة بانها اتخرج اعطيها بصرعة هل محقف ده تمام كان ردنا بصراحة عشان خلفاتي القانونية ان ان اردت ان تطاع فاقدره استطاع للأسف الشديد احنا احنا بنتلب حاجات من من الكونسوليات او البعثات الدبلوماسية بتاعتنا بتكون اكبر كتير جدا من متاح ليه الناس دي بتعمل حاجات كتير جدا فوق المتاح وبتعمل ده على مسؤولاتها الشخصية لانها بتبقى خدمت في البلاد دي فترة كبيرة جدا وبيبقى ليه علاقات طيبة وهي ناس محترمة جدا فاقا حد بيتمنى انه يخدمها فده اللي احنا شفناه ولمسناه بصراحة يعني الناس تعاون دي تقول لصبل التعاون اللي حالكه متخيلين بس لدرجة ان فيه حد يعني من طرف طب معانا والستاذ اسماء بقى السفير القانوني في لبنان دلوقت اللي انا سبته وخلعت بصراحة والستاذ اسماء اهلا وسهلا بيك اهلا 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 سيادة المتفشار ازا حالك عامل ايه الحمد لله الحمد لله يا فنم تمام استاذ من حضرتك وفنم اسمعيني من التليفون تمام مع حضرتك حمد بيوطو شوية معايا يعني اصدقاء اعطية كلهم واصدقاء كلهم مجران وكلهم بتشاركوا عن الحلقة ده شرف لينا يعني ان الناس دي بصراحة ان احنا لمسنا طبيطهم عن قرب بصراحة والناس دي كلها افضل مننا تقريبا بكتير اوي وان شاء الله بإذن ربنا معاهم ويزبط براية تعطية على قد اللي احنا سمعناه في لبنان من الناس الجران وبس اللي معاشرهوش شخص ده شخص ملتزم جدا شخص طيب جدا شخص صريح اوي ويمكن صراحة هي اللي حطت عليه بعض علامات الاستفهام يعني فضله استاذ محمد انا عايز اقول لحضرتك كمان انا النهاردة تقابلت مع ناس جرانه واصدقائه اللي جمالين وكلموني كتير عن عطية وحببوني اكتر في شخصية عطية شخصية محترمة جدا وحد محترم جدا وحد يعني على سجيته يعني انسان سمعته سبق اسمه كمان كنت عايز اطمنك ان انا النهاردة الحمد لله قدرت اقابل عطية وروحتي زورته النهاردة في المحكمة في سجنة للعبدة ولحمد لله الطريق كان يعني قدرنا نروح وكان نعايلنا السيد كريم انت كنت مصممة ان انت ما تمشيش من لبنان غير لما تسأل عطية اجراءات التحقيق اللي تمت معاها كانت كانت بتكفل حريته وكرمته ولا لأ اتأكدت من ده هو طبعا احنا يعني للأسر احملتها موصلناش برضو ان احنا نقدر نشوف التحقيقات والمحضر لا 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 انا بسأل حضرتك لما سألت عطية عطية تتعرض لأي ضغط عشان يقول الكلام اللي قالوا لا خالص فانلم لا 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 هو قال لي انا حصل معايا تحقيقات وقلت كل اللي انا عرفه قلت كل اللي انا شفته والتحقيق كان تحقيق يعني بشكل عادي جدا وواضح جدا وانا سألت على شوية حاجات كده يعني طبعا كنت حضرتك وصلتني عليها لو تفتكر فلاق الحمد لله كله تمام وحنا ماشيين تمام وعطية يعني الحمد لله يعني تمام الأمور تمام وان شاء الله يبقى فيه حاجات حلوة يعني ان شاء الله الايام اللي جاء ان شاء الله بإذن الله هننصك في مجهودك وانا قلت الكلام ده بلما تخش معانا قلت ان انا يعني ايه خطفت الخطفة وصلت اللي انا عايزه ومشيت لكن انت قصريت تقعودي لحد لما تاخدي كل اللي انا كنا نويين نروع عشان نستلم صحي كده؟ والله يكتب المنتشر كله يعني بعد توجيهاتك ومجهودك الكبير اللي انت عملته لا 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 ما يبقى ماشاء الله عليك شؤال اتنشاط ربنا يبارك فيك وطبعا انا من خلال البرنامج احب واجه الشكر وكامل الشكر والتحية للمعالج كونسول وقل السيتي الاهتمامه بينا وبالقضية واهتمامه بعطية ومتابعة القضية مع المحامي ومع المحكمة وطبعا يعني بيه تواصل مع اسرة عطية هنا اشقاءه هنا في لبنان ونهر ده انا تواصلت معي وكلمته وعرفته انا وصلت لايه او يعني ايه اخر ما تم معي في الاجراءات اللي انا بعملها وبتابع معي بشكل جدا يعني اهتمام جدا 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 وفي ان شاء الله انا واعد معا بكرا ان شاء الله في السفارة فيعني ان شاء الله انا بطمن كل الناس طبعا اول حاجة اول حاجة اسماء بعد اذنك انت طبعا انا بقول اسماء عشان عشان تشريكة في البرنامج ده لكن تأسف له ان انا مش هبما غير ما سلم عليه عشان انت عارفة كانت الظروف كانت عاملة ازاي بس ده اولا وانا قلت قلت لفظ كده على السفير واقل السيسي قلت لو استنسخنا منه في الكونسولويات بتاعتنا اعتقد ان الاداء هيختلف كتير ده مش عشان فيه ناس مش 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 على قد المسؤولية لها خالص بس اكيد فيه ناس قويسة كتير جدا في الاماكن دي بس احنا ما تشرفناش ان احنا شفناه لكن بصراحة لما شفت السفير واقل حسب قد ايه الدولة بتاعتنا دولة محترمة حقيقي انسان جدا 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 بمعنى كلمة انسان والله العظيم وحد يعني اقول لحضرتك ايه بجد يعني حسيت فعلا ان انا يعني السفارة بتدعمني وحسيت فعلا ان احنا لنا ظاهر وان احنا لنا سند هنا بالفعل انا مش بالغ والله بجد بس حد محترم جدا ومجرد ان اتصد فيه برد علينا على طول ولو ما اتصلاش يعني لو حررتك تذكر كنا عادي من يومين هو اتصل بينا عشان اتطام ان اعملتوا ايه واصلتوا ايه هو اللي بيتطفت حصل الله يبارك له صاح برغم كل المشغوليات اللي في 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 معاه بس لا المتابعة عضية عطية وكمان يعني خلى للاستاذة المحترمة المتشارة بتاعت الستفارة للاستاذة مرجلين للاستاذتنا دي للاست وقت معانا ودي حد يعني جميل جدا جدا ربنا يبارك له نعارف طبعا شعورك استاذة المهم انا طبعا كنت قلت على على حاجة مهمة او انتي انتي رسينا هيئة الدفاع عن عطية هتبقى تشكيلها ازاي ولا اعتقد ان لسه لما اما ناخد الملف كامل هو يعني مبدئيا طبعا يعني اه زي ما حضرتك احنا يعني اتكلمنا وزي ما اللي في دماغنا ان شاء الله بإذن الله ولكن لسه اه هناخد الملف وناخد ونقدر نعرف كل حاجة نقدر نبني عليها طبعا حضرتك يعني عارف في العارفين يعني طيب انتي عم عم عرفة جنبك صح كلهم يعني طيب سلميلي عليهم بقى كلهم لان بصراحة الناس دي اه انا اتشرفت ان انا عرفتهم بصراحة اسمعا عايزك توضح ان احنا طلعين اه مش 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 احنا اللي روحنا دورنا على توكيل عايزك توضح الموضوع ده لاني جال لرسال كتير جدا عن موضوع ده بعد اذنك يعني اه اتقصر حضرتك يعني توكيل يعني احنا مش مش احنا اللي روحنا طلبنا التوكيل ومش واغدين اتعاب ومش مش مسافرين عشان اتعاب او كلام ده معالي متشار في الاستفارة وكل الناس طبعا عارفين الجزئية دي واحنا دايما بنقول وانا ده قلته في المحكرة ده النهاردة يعني احنا متطوعين اه يعني احنا كمؤسس الوسيط وحضرتك طبعا احنا متطوعين بمجهودنا احنا طلعنا وربنا اعلم احنا مفيش اي حاجة احنا اخدناها ولا احنا طلبين اي حاجة احنا متطوعين ده وجه الله لان الرجل بقى احنا حسين بوراقته وباين من الكلام اللي تقاله والجميل اوي ان احنا ان احنا يعني فهمها اصابنا في الاختيار الناس دي تستاهل اكتر من اللي احنا عملناه بكتير او الناس دي يعني اسرة عاطية كلها الاشقاء هنا ما شاء الله خمسة يعني كلهم ناس قمة الاخلاق وقمة الاحترام والادب شمعتهم كلهم والله الجز نفترم جدا الحمد لله اصدقائهم كلهم مصريني هنا كلهم مالمومين حواليهم والناس كلها بسعيدهم اللبنانيين نفسهم متعاونين معهم جدا انا عايز اقول لحنا بغيطك يعني احنا اصابنا الاختيار فعلا وعطيه يستاهل بجد ده حقيقي عطيه يستاهل ان احنا نقص جمعه ده حقيقي بجد سلمي لها كل اللي عندك وربنا اويكي وانا واثق ان انت هتوصل للاعلى مما انا كنت موجود وهوصله لان انت تستاهل ده وانا بشكرك في الاخر لانت السبب في ان انا اخد الشرف ان انا نضم علاقة الدفاع العطية بصراحة والله كله بتوجهاتك وكله بفضل ربنا طبعا تقوله في الاخر وانا بشكرك جدا جدا على موجودك واه اهتمامك بقضية الشاب المسجون المواطن المظلوم انك حجرتك برضو يعني تبرعت بمجهودك ووقتك من غير اي مقابل انا تحت امرهم طبعا وده ما احنا ما عملناوش على فكرة عشان عشان حد كن مؤثر احنا لو شفنا السفارة كنت مؤثر او حد كن مؤثر او 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 شاز انا كمان عايز 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 افكرك بحاجة لو هيكتف تكري احنا قابلنا مسؤول في السفارة اسمه ايه معلش انا اسف انا نسيت اسمه الا اه الا قابلناه الاستاذ فاروق بعد ما استاذ فاروق استاذ فاروق لو تلاحظ احنا قابلناه واحنا خارجين من السفارة الرجل لا معاه ورق ولا معاه حاجة وحكى لنا موضوع عطية اه يعني من اول يوم لحد اليوم اللي احنا وقفين فيه تقريبا فالناس متابعة جدا واحنا لو شفنا اي تأثير كن قولنا الناس دي مقصرة يعني اللي حسه فيه ان هو حافظ قضية عطية وحافظ اه الموضوع بتاع عطية وفهم ده حقيق يعني انت لو تلاحظ ان هو ما كانش حافظ حافظ اشكال اه اخوات اه استاذ عطية لكن كان حافظ الموضوع اه اه اتكلم اه اه اتكلم عطية بس لا كل الشكر والتقدير طبعا لكل اللي عاملين في السفارة في لبنان ويا رب يا رب يا رب اه يسطر على كل اللي في لبنان يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب جزيلا بارك لك رب العالمين حبيب وعمارف انت النهاردة شايف اللي حصل ده عم اعرف ان شاء الله خطوة سليمة يعني يعني في تقدم ان شاء الله خير يا ستاذ احمد والله احنا من الاول من وقت ما معركناكم احنا مستفسرين خير ان شاء الله يا رب بإذن الله يجعل خير ويخرج بألف سلامة إن شاء الله وربنا يسبب برأته وأنا قلتها قبل المنزل أنا واثق أن أعطاه بريء وإن شاء الله بإذن الله وراكم ومعاكم وإنتوا ناس تستاهلوا دعم معرفة باحترامكم والحب اللي إعنا شفناه من الناس اللي حواليكم والجران والأهل والأقارب حتى اللبناني ربنا ديك الصحة نتكبيره مناك وأنا قلتها قبل المنزل نتكبيره برضو هناك وإن شاء الله نيجي نبريك لك بإذن الله إن شاء الله وتحت أمرك في أي وقت عم معرفة ربنا يخليك سلامة كل عندك إن شاء الله وإن شاء الله نبريك لك قريب ونسمع خبر كواس يوم لتنين بإذن الله إن شاء الله ربنا يخليك عم معرفة ماشي فضل 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 شكرا 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 طيب احنا معنا معنا صور تقريبا وفيديوهات للتسجيل اللي احنا كنا عملناه ناك مبارح هنشوفها بعد الفاصل إن شاء الله بإذن الله فاصل ونرجع لكم معك في الغربة وشايفينك معك في الغربة الله يعينك رجعنا لكم تاني طبعا حضراتكم تقريبا وأسرة عطية لإن احنا كنا هناك مصممين إن احنا لنعمل بيانات ولا نطلع حاجة لحد لما نخلص شغلنا خالص شغل ده بصراحة ندخلته إنه خلص مبارح ضد عطية أعتقد إنه ولي وتقريبا يعني وصلنا لأربع خمس نقط اللي المفروض إنه هيئة الاتهام هناك بتوجه لعطية التهمة بناء عليها من ضمنها حاجات كانت تتقالت في التقرير القديم وحاجات قالت في التقرير الجديد التقرير الجديد ده طبعا بإذن الله هيطلع ونختر بيه الجهات المعنية اللي فعلا ما أسرتش خالص يعني يمكن سألت سؤال في السفارة هل السفارة مأسرة في موضوع عطية قلت لأ طلقت طب هل السفارة يمكنها أن تفعل شيء لم تفعله قلت لأ لسبب بسيط جدا لإنه إحنا لو فكرنا في قضية زي قضية قتل هنا أعتقد إن إجراءاتها بتبقى دقيقة جدا والتحريات فيها دقيقة جدا وكل التحقيات فيها سرية بس ده ليه؟ ده أحيانا بيبقى حماية ليه نحن بس لو أنا النهاردة شخص متهم في قضية قتل هيبقى مش من مصلحة تماما إنه يحصل استعجال في الإجراءات أو خطوة يعني تسبق خطوة تاني وده اللي إحنا وضحناه طبعا لأسرة عطية هناك وبنوضحه لكل المشاهدين اللي كانوا ببعتولنا تقريبا على مدار اليومين اللي فاتوا عملتوا إيه؟ طب انت روحت أو ما روحتوش؟ طب ما صورتوش هناك لإيه؟ إحنا كنا رفضين تماما الموضوع ده أنا ما كنتش مسافر عشان برنامج أنا مسافر عشان أنضم لدفاع أو هيئة دفاع محترمة جدا على اللي أنا شفته تمام؟ وخاصة أستاذة مارجريت اللي ما تأخرتش خالص في أي معلومة أو أي حاجة قدرت تساعدنا فيها بعد شكر للسفير وقل السيسي طبعا بشكرة شكر جديد جدا كزميلة وأستستي لأنها أكبر مني وأقدم مني وبالفعل يا أستستي وثبت الده في التعاون لتعاونته معنا فبشكرة كل الشكر من خلالكم عطية موضوعه يكاد يكون صور جدا بالنسبة لللي عارف عطية لكن بالنسبة لأوراق المستندات هي قضية قتل قضية قتل فيها بعض التفاصيل الدقيقة جدا اللي مش من مصلحة حد إن أنا أستعجل فيها طب هل أقدر أستعجل قرار الإحالة؟ إطلاق ما ينفعش بس ده القانون هنا لما سألنا هناك في السفارة قلت الموضوع بياخد تقريبا ما أقرب من سنة على ما يتم الإحالة إنما أنا بعض الفيديوهات على الشاشة لو حركوا شفتوها إحنا كنا بنصور في أماكن طبعا بعيدة جدا عن أماكن الشارع عشان هو ده المتاح إحنا أعتقد إن إحنا لو طلعنا قامرة ووقفنا في آية حتة في لبنان اليومين اللي فاتوا لكدت وشفتونا ولا أسمعتوا عنينا تاني الوضع هناك متوتر جدا أمبرع عشان روح تقريبا واخد الطريق في يعني من طرق خاصة بناس عرفاها هناك هم اللي وصلوني للمطار بس معنا أستاذ أسماء بتكلم ناس للأسف الصوت كان ما طلقش معنا مظبوط معرف إنهم ما يزعلوا أستاذ أسماء تزعل وفي ناس كتير جدا تزعل إنه مش أسمع الصوت بس تقريبا أنا حافظ كل حد قال إيه ورد بإيه ده طبعا أستاذ حسين رجل ده صديق عم عرفة من تقريبا 20 سنة ويكاد يكون من أوائل الناس اللي استقبلوا أعطية في لبنان فبيشرح لنا بيقول لنا إن أطيب حد تعامل معاه من يوم هو ما داخل لبنان كان عطية بصراحة لذلك إن أنا لما بصيت على بعض الحاجات وبعض الأمور الخاصة بالملف فكان تعبيري إن هو قد كده عطية لو راح مشوار بيقول حضرتك أنا رحت خبطت كذا في الشارع أو في الطريق وقابلني فلان سلم علي أو ما سلمش قالوا لي هو طبيعته كده ده هيبان معنا في الأوراق لما نبتدي نشتغل فيها كل الناس بتشكر فيه ما فيش حد قابلناه بصراحة جار أو صديق يعني ممكن نقول إخواته عشان العلاقة اللي بينهم وبعض لكن لا إطلاقا أنت بتعمع شخصا على فطرته شخصا بيعرفش يجدب شخص بيتقال إنه بيقعد يصلي بالسبع تمن ساعات عشان لو عليها حاجة متأخرة حد كده من الناس الطيبة يعني فهو مؤمن جدا إن يعني لما كلمناه قال لك أنا مؤمن إن أنا بريء وراضي بقضاء ربنا وقضره وعارف إن ربنا هيز بالبراط فهو أهدى حد كان في المجموعة اللي شغالة كلها وده اللي فاجئنا إحنا بصراحة يعني على قد ما إخواته والوالدة هنا ربنا ربي اديها الصحة وقومه بقال في سلامة لنا تعبانة وزوجته طبعا وطفله اللي هو ما شافهوش تولده ما شافهوش وعلى قد كل الظروف دي إلا إننا وجدنا شخص متماسك جدا مؤمن جدا ببراءة نفسه وبيقولك حتى لو تقال إيه والظروف عملت إيه أنا عارف إن أنا بريء قدام ربنا سبحانه وتعالى وهو ده اللي يكفيني وأنا مش عايز حاجة تاني فلم تعم مع شخص زي كده أنا بتمناله بسألكوا الدعاء العطية إن ربنا بإذن واحد إن شاء الله يفك القرب ويخرج لنا بألف سلامة هو كل مصري بر مصر في ديئة أو في قرب أو في سجن أو في مشكلة كبيرة ويا رب بإذن الله نسمع عنكم كل خير طبعا الحلقة كان كتير جدا منها موضوع عطية مش عشان إحنا سافرنا بس عشان موضوع يستاهل عشان مؤسسات الدولة كلها تقريبا مهتمة بالموضوع ووقفة وراء الموضوع وأعتقد إن مش موضوع السوشال ميديا أو فيسبوك اللي خلى الناس اللي تعمل كده ناس اللي محترمة جدا وهي بتقوم بواجبها ومتابع لحظة بلحظة ومين وصل ومين راح ومين جه متابع على الموضوع حفظين موضوع عطية من الجلدة للجلدة كل الفكرة إن فيه إجراءات معانة لا يمكن التجاوز أو استثناءها في حالة الجنات في الجنح والمخالفات بتبقى الأمور أبصب كتير بعض الجنات بتبقى الأمور أسهل من جنات القتل النهاردة مشكورين السفارة المصرية في لبنان نزري ببيان أعتقد أنه موجوب معانا وسيد ياسر أستأذنك ينزل بس البيان ده الناس زي ما هي كتبة كده قدام حضرتك بكل تفاصيل كل حاجة ناس في منتهى الدقة في منتهى الأمانة في منتهى الأدب في منتهى الأخلاق ناس لا تداخل جهد بصراحة أنا أول مرة تعامل مع حد في مؤسسة تمام يعرف أنك موجود وتطلب تقابله فيقول لك حالا تعالى مش عشان نحن ولا عشان إن إحنا هنيجي مصر أو كده ده أنا فجأت أنه التعامل هو بالوضع ده مع كل الناس اللي موجودة في لبنان بس طبعا فيه مشاكل تانية كتير عند العمالة المصرية في لبنان لكن إحنا لمسنا ده من موضوع عطية لما روحنا وسألنا وكنا قاعدين وحبنا لأنهنا لكل المصريين اللي بره بس فحبنا نعرف إيه مشاكلكم فتقريبا هي المشكلة اللي نتكلم فيها بعد الموضوع عطية على طول لأن المشكلة دي أصبحت بتقلم المصريين في الخارج وبتحمل حمل غير طبيعي على كافة مؤسسات الدولة اللي ليها تمثيل في الخارج يعني ممثليات مصر في الخارج أعتقد نارضة أكبر ما تعاني منه هي المشكلة اللي احنا نفتحها بعد موضوع عطية بنختم البيان وأنا بشكر السفارة وعلى رأسهم معالي السفير والكونسر العام السفير وقل السيسي على ضقته ودعمه ومساعدته واستقباله وعرض المساعدة تقريبا في كل الأمور اللي احنا كنا موجودين فيها أناك حتى اللي لا يعنيه واللي لا يشغله كان الراجل بيعرض علينا المساعدة فيه بصراحة وبنأمل أن كل المصرين هناك يكونوا على درجة الالتزام بس الفترة الجاية ما ندخلش نفسنا في مشاكل ما نروحش ناحية أماكن فيها توطر عشان ما رجعش يحصل لحد فينا مشكلة لأن ده بيبقى في حالات التوتر السياسي وارد جدا فبوصيكوا لأن أنا شفت المنظر من قرب وكت في قلب الحدث أستأذنكوا يعني اللي يعني مش ضروري مش ضروري بس والأماكن حضرتكوا عارفنا وحافظنا كواس جدا بس فنبعد أماكن توطر عن مصالحنا أو شغلنا أو مشاورنا على قدر الإمكان وربنا رب يحفظكوا ويجبكوا بألف سلام هنتكلم في موضوع مهم جدا جالنا عليه رسالة بصراحة كتير قوي بس وكنا مجهزين له من قبل الصفر الموضوع ده كان كنكلمني فيه أهل أصدقاء يعني بتوع البرنامج هو موضوع بصمة الحج موضوع بصمة الحج آآ طبعا للأسف أنا أنا آآ أيما كان وضعي لو بصمت في منطقة خاصة بالحج في موسم الحج وأنا ما معايش تصريح آآ باخد حاجة اسمها بصمة حج وإبعاد الإبعاد ده آآ أحيانا بيبقى النظام بيقول خمس سنوات وأحيانا بيكون ترحيل ما أعرفه من آآ آآ ملك سلمان الله أحفظه وأحيانا بيكون مدة عشر سنوات بس ففي عندنا تقريبا حوالي 33 ألف آآ مصري ممنوعين من دخول السعودية بسبب بصمة الحج بصمة الحج بصمة الحج احنا كنا تواصلنا معاكم تقريبا وكنا قلنا ان احنا نقول لكم الخطوات آآ احنا يعني مش عيب ان احنا نروح لمكان غلط ونطلب منه حقنا بس المهم ان احنا نعرف نطلب من مين ده لو حضرتك متخيل ان احنا في مصر اي مؤسسة تملك انها هتلغي البصمة دي او تطالب بعفر وما عملتش ده اعتقد هتكون حضرتك غلطة لان اه اقسم بالله انا ما انتوا عارفيني يعني انا منكم لا بطبل ولا ليه في شكر حد بعملش حاجة بس من مصلحة المؤسسات بتاعت الدولة انها هيك ترجع تشتغل هناك تابع انت عارف كواس جدا ان انت ركن اساسي وعمود صلب جدا في اقتصاد الدولة دي فما حدش هتأخر في انه هو يفتح لك المجال انك تسافر تاني لان سافرك ده احيانا بيشيل عبق عن الدولة واحيانا بيوفر لك انت لتزاماتك اللي ما بتلقهاش هنا واحيانا بيكون استغلال لخبراتك اللي انت اكتسبتها لمدة عشر سنين او اكتر في بلد اشتغلت فيها فترة كبيرة وحافظت وبقت سهلة الحياة بالنسبة لك فيها فكل الجهاب بتتدخل وبتبعت ولكن في الاخر احنا عارفين ان انظام السعودية احيانا بيكون في استثناءات واحيانا لا في الوضع بتاع الاصلاح الاقتصادي في المملكة العربية السعودية او اي دولة من الدول العربية مقدرش افرد النهاردة او اتدخل اقول انا عايز ادخل عدد معين قد كده لانه هو بيعمل اصلاح اقتصادي حضرتك بتعمله هنا ومستحمله تمام ما نقدرش نقول له لا ما تعملوش عشان ده هيدرن بس لا هو لازم برضو لان احنا كلنا لازم نفكر في بكرة كلنا ده لان احنا عمرنا ما هنفصل عمرنا ما هنفصل لمصري عن سعودي ولا كويتي ولا اماراتي ولا بحريني ممكن نقول في استثناءات بس شخص احمد وحش لكن مش معنى كده ان الشعب بتاع احمد وحش لا خالص اطلاقا كلنا لنا اصدقاء في كل دول العالم وكلنا عارفين كواس جدا ان في ناس احسن كتير قوي من بعض الناس الخاص يعني المحسوبين علينا احد بس فلا لا مش هنعمم كل الشعوب العربية اخوة وهنفضل كده مهما تفرقنا ومهما قاله ومهما عاده عشان دي قوتنا مش هنتجمع صدقني لو لو قولنا اصدقاء جنسيته كذا اصدقاء جنسيته كذا خالص اطلاقا انا من كنت عايش في السعودين والبعد بكرة دي اصحاب سعوديين والبعد بكرة في ناس سعوديين خيرهم علي بجد اه ده مش حقيق مش هقول كل السعودين وحشين منفعش ابقى انا مش امين في كلام ولكن هنرجع لموضوعنا بصمة الحج بشرة لحضراتكم ان معنا المجاهدة استاذة اسماء خلصت بعض الاضايا الخاصة بالموضوع ده ولكن مش من خلال مصر او مناجدة مؤسسة مصرية الفكرة كلها ان حضرتك لازم ترفع قضية في محكمة هناك اللي هي محكمة القضاء الاداري اللي هي زي عندنا هنا مجلس الدولة بترفع قضية هناك واحدة بتثبت ان انت كنت فين والبصمة جاي منين وبترفع مكان البصمة وبتثبت ان انت مدخلتش حدود الحرم وبناء عليه بتلغي وقف الصفر للمملكة العربية السعودية من خلال الحكم ده والحكم ده ما بتطولش لانه اجراءاته ان شاء الله بإذن لا بتكون بسيطة جدا استأذنكم تتواصله معنا على التليفونات نعرف القلية ايه مش بنقول كده عشان احنا هنشتغل لحد لا خالص اطلاقا انا هقول لحضرتك اجراءاتك هتمشي فيها ازاي هكتب لحضرتك لاحية الدعوة هتخذها حضرتك تقدمها من خلال اي حد تعرفه هناك واحنا كلنا عارفين ان السعودي ممكن يتولى قضية واحدة بس لو محامي بالنسبة له الموضوع مفتوح فحضرتك هتشوف حد من خلالك يرفع القضية دي بتاخد ايام وبتحدد لها جلسة وايام وبتنزل الجلسة بتاخد حكم بإذن الله تمام وطالما حضرتك مش مش رافع بصمتك من جوه منطقة الحرم سك تماما ان شاء الله بإذن الله في اقرب وقت انت مرفوع من قائم الحظ وبتنفزه هنا الصفارة لان نزلط الخارجية زي ما احنا معارفين ما يقدرش ما ينفزش حكم قضاء صادر عن القضاء العدل واحنا بنقول العدل في المملكة العربية السعودية واعتقد ان احنا من كام يوم انا في حاجة خاصة لي انا بس بعض اصدقائي كانوا بيشككوا في موضوع عدل القضاء في المملكة العربية السعودية بس في حاجة خاصة انا تمام لا هم امنوا ان القضاء في المملكة العربية السعودية ممكن يكون بيطول شوية زي ما بيطول في مصر زي ما بيطول في أي حتة وننسى ان في ناس بتلعب معنا بالألفاظ يقولك العدالة الناجزة فيش حاجة اسمها عدالة ناجزة معانا أستاذ حسيم من الدأهلية أستاذ أحمد عامل ايه أستاذ أحمد عامل ايه أستاذ حيت كله تمام الحمد لله رب العالمين احنا عايزين نكلم بخصوص بطن الحكة يا سيد المستشوف لإحنا اضربنا في المقارس والحل ده بقى صعب معنا خالص وترحننا وبهدالة والله لعزهم واي حاجة إحنا روحنا لمكتة ولا اي حاجة حتنسيكنا في الطايف أصلا تمام انت بصمت فين أو سحسين أنا مبصم في الطايف مبصم في الطايف على المدخل ولا في مدينة الطايف نفسها لا في قلب المدخل اللي هم اخدونا بباص وادونا عند المدخل اللي واسمه الشميسي ده اي يعني انت خدت من جواة الطايف وبصمت في المدخل بتاع الطايف قدت لوحدك ولا معاك عدد من المصريين كان معاك عدد كبير قوي المصريين وقفين في الطايف اصحابنا وكده كله خدوهم طيب أنا أستاذن حضرتك تتبعنا على الأرقام اللي عندك بتاعة الواطس الإجراءات كلها هقولها لحضرتك وهعملك اللايحة تمام وبإذن الله ان شاء الله في قرب وقت تكونوا أخدين حكم برفع الحظر قانوني تمام وهو ده الإجراء الوحيد اللي ممكن حضرتك به ترفع به الحظر وتخش بين مملكة العربية السعودية تاني وان شاء الله بإذن الله كلكم بإذن الله بارك لوك قريب ان انتوا قدرتوا ان انتوا اخدوا الحكم ده وبإذن الله ربنا يكرمكم وتثبتوا ان انتوا ما تصورتوش جوة مكة لان احنا عارفين ان السعودية كلها بتقتمد على التصوير فلما حضرتك هتعترض على موضوع البصمة فيجيب لحضرتك صورتك كنت فيه بس فرجاء يعني نلتزم الدقة انا متصور في الطايف وبعد كده بصمت في البوابة بتاعت الطايف فصورتها تبقى في الطايف لما يجي دار علي وانا داخل البوابة مترجل او بسيارة فخدني بصمني مش هيلقاها وده هيبقى يعني القارينة السابتة اللي احنا نعتمد عليها في الغاء الايه الحظر فلو حضرتك بصم جوة مكة او متاخن من جوة مكة فاتخدت بصمت على البوابة فلا انوفر على نفسينا لان الناس انتوا عارفين ان السيستم سيستم وهيطلع الصورة بتاعت حضرتك كنت فين وهيجيبك كنت في المشاعر ولا لأ ما بقولش الكلام ده والله عشان عشان يعني ابرع نفسي من من حد او كده لا خالص اطلاقا بس اتعارف ان انا يهمني مصلحتك فمش عايزك ترفع قضية زي دي تمام وتترفض فخلاص يبقى احنا قتلنا الموضوع بحس فان شاء الله باذن الله تتواصلوا معنا على الرقم بداية من النهاردة اسماء وانا هنبتدى نرد على الاجراءات انا لكم اني ان انا هقول لك على مرحلة التقاضي لحظة بلحظة اللي انت هتعمله لو عندك حد هناك هيقدر ياخد منك توكيل ويحضر يبقى تمام ما عندكش حد ياخد منك توكيل هناك يبقى تتعب شوية واكبى علاقتك لان اعتقد ان كلكوا عدت فترات كبيرة جدا اعتقدر تشوف حد يحضر عنك الجلسة هما جلسة او جلستين والعمالية كلها بس اجراء روتيني بيشوف حضرتك كتفين وتصورت في انها اماكن وبصمت في انها اماكن واعتقد ان الموضوع ده يهم تلاتة وتلاتين الف شخص مصري ممنوع من كل السعودية المدة عشر سنين اعتقد ان انتوا يعني ابعتوا الاكتر من مؤسسة من مؤسسة الدولة تمام تعالى نبعت مرة واحدة للجهة الصح تمام ونجرب لان الموضوع ما يخصش تلاتة وتلاتين الف مصري بس احنا حاولنا نبحث فيه بعلاقاتنا وبالتواصل من خلال ناس محبين جدا للمصريين لان احنا عارفين ان الموضوع يخص تلاتة وتلاتين الف اسر فتلاتة وتلاتين الف اسر عدد كبير جدا يا رب باذن الله انتم موضوع على خير وتتمكنوا باذن الله ان انتوا ترجعوا لشغلكوا تاني وده لان انتوا هتفيدوا مصر بصورة كبيرة جدا وانتوا برا ما فيش مؤسسة من مؤسسات الدولة تتمنى ان انتوا تفضلوا عاديين هنا عارفين كم الصعوبات اللي بتفرق في خبرتك في اللي انت اكتسبتها هناك وطبيعة العمل هنا وطبيعة السوق هنا وطبيعة السوق هنا بس عندنا موضوع تاني مهم جدا موضوع جالي فيه اكتر من رسالة وجالي فيه رسالة من صديق يعني شكل وانتوا عارفين ان شكل بتاع شكل بس موضوع بلاغ الهروب موضوع بلاغ الهروب هنتكلم فيه باختصار شديد اوي نقطتين لو حضرتك عاملهم مش هينفع بلاغ عنك هروب لو انت اشتكيت الكفيل تمام بمجرب ما حصلت المشكلة استحالك كفيل هيقدر بلاغ عن حالتك بلاغ هروب يعني ايه الكلام ده يعني انا لو النهاردة سجلت شاكوتي الكترونيا على موقع وزارة العمل ودخل الكفيل عشان يبلغ عني بلاغ هروب السيستم نفسه مش هيقبل وان قبل فبلاغ الهروب بتاع حضرتك مش محتاج تنازل من الكفيل ولا مروح من الكفيل ولا مجيه من الكفيل ولا مساوه ما من حد تمام حضرتك بكل بساطة تطبع ورقتك وتروح تراجع الجهة الجهة بتثبت ان انت مش تكي وفيه نزاع بينك وبين الكفيل قبل بلاغ الهروب وبناء عليه بترفع بلاغ الهروب طب ايه ما حصلش وما كانش فيه مشاكل وحضرتك ببلغ عنك بلاغ غروب هل فيه آلية تانية اه فيه اقدر ازبت ان انا كنت في العمل في اليوم ده من خلال ايه من خلال ايميل من خلال رسالة من خلال شاهد من خلال احد المتعاملين مع الجهة او الشركة العملاء بكل الطرق اقدر ازبت ان انا خلال الفترة دي كنت فعلا بالفعل على رأس العمل لو حضرتك سبت ده هيترفع بلاغ الهروب طب لو فيه ده ولا فيه ده تمام وانت قاعد في سكن خاص بالكفيل تمام الكفيل ما اقدرش يعمل عن حضرتك بلاغ غروب بيعمل لحضرتك تغيب عن العمل تغيب عن العمل تمام لو اصدقائك في الشغل شهده معاك ان انت ممنوع من دوام بناء عن طلب الكفيل وهو اللي مش ممكنك من العمل في الحالة دي بس تمام حضرتك هتقدر ترفع بلاغ الهروب بس وعندنا اكتر من طريقة فكل موضوع رجاء في نقطة مهمة جدا مش في بلاغ الهروب بس في كتير جدا من مشاكلنا هحضراتكو بتخشوا على صفحاتنا وبتاخدوا رضوط او صفحاتنا ازي بتفهم اكتر مننا بكتير تمام في القانون وفي النظام وفي الحياة وفي كل حاجة ما عنديش مشكلة والله بس ايه وعا تاخد رأي اتقل لي وتنفزه حضرتك لان وقعت حضرتك غير وقعت تفاصيله غير تفاصيلي وضعه غير وضعي فما تاخدش كلام اتقل لنا عشان حل مشكلتي وتروح تنفزه او مثلا انت مرد بنفس المشكلة فتروح تقول لي انا خلاص بقت مية مية انا بقت متخصص في الغاء بلاغ الهروب وتعال اقول لك الغي بلاغ الهروب ازاي طب موحدتك واقع واحدة تمام واحنا كان الاسادزة اللي علمونا في شغلة المحامات كان في كلمة تقريبا حضرتكو بتسمعوها على طول يقول لك ايه انا استسألت واحد صاحب مسجو طب يا عم ما قوله ويعرف ما كانش السجن تمام فحضرتك لما بتروح تسأل واحد اعرف مشكلة 3-4 سنين مسألوا ليه استقل 3-4 سنين خش يا فندم على اي حد بلاش انا بلاش انا خالص خش على اي حد اسأله قوله نواضع 1-2-3-4 وخليك صريح جدا في التفاصيل اللي بتقولها لي عشان لما رض على حضرتك اقول لك اعمل 1-2-3 لان انت لو قلتلي كلام نوقس انا احيانا بيجيلي بيتطلب مني ان انا اعمل ليحة تمام والحمد لله تقريبا حضرتك وكلكم عارفين ان انا بعمل ليحة يعني مش عشان انتو تستاهلوا التبرق لا خالص والله بس عشان مهنتي تستاهل ان انا احافظ على الرسالة اللي انا بقى ديه فمثلا يقول لي لا مش هقولك المبلغ تمام مش هتقول المبلغ انا ضرايب اديني التفاصيل عشان اديك الرب كامل اديني بياناتك عشان اقول لك كام بقولكش اديني اسمك انا مش هايز اعرف اسم حضرتك ولا عايز اعرف اسم كافيلك بس هايز اعرف مستحقتك كام عشان مستحقتك كام دي هيترتب عليها تعويض مادي في الاخر انا بشكركم خبعا على حسن المتابعة وان شاء الله باذن الله بيكون يوم الخميس الجاي فيه اخبار كواسة جدا بيكون معانا المكافحة بتاعتنا والستاذ اسمك جابت له خبار كواس جدا من لبنان بيكون والستاذ محمود شاكل خلص بعض الحاجات اللي مش هايز يطلع غير لما ينهيها عشان يكون عند حسن ظنكو وفي الاخر انا بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة